دكتور قرأت كتابكم تكوين مفكر أنا خرجت بنتيجة أن بداية طريق الفكر يبدأ بالثقافة عندما يصبح الإنسان مثقف من العيار الثقيل ويعمل عقله ويتنبه للسنن يرتقي إلى المفكر والمفكر عندما أيضا يركز بالتفكير ويرتقي يرتقي يصبح فيلسوفا هل هذا الاستنتاج صحيح؟ يعني ليس بهذه الدقة نحن ما نقول أنه المفكر إذا ما كان لديه قدر ممتاز من المعرفة لأن المعرفة بالنسبة للعقل هي مثل الزيت بالنسبة للسراج هي مثل القمح بالنسبة للطاحور نعم سنأتي لهذا إن شاء الله فهو لازم يكون عنده قدر جيد من الثقافة لكن أنا أشرت قبل قليل أنه المفكرون في الأساس هم أصحاب اختصاص هم أصحاب اختصاص يعني ما في اختصاص اسمه مفكر ندرسه في الجامعات فهم أصحاب اختصاص يعني عندهم قدر من المعرفة لكن حتى الواحد ينتقل من درجة عالم إلى درجة مفكر يحتاج هو أنه يصير لديه نوع من القدرة على إنتاج المفاهيم الإصلاحية المفاهيم التي تساعدنا على تشخيص الواقع والمفاهيم التي تساعدنا على الانتقال بهذا الواقع إلى درجة أفضل هذه في الغالب هذه الخلفية الثقافية هي ليست موجودة في أي علم من العلوم ولذلك المفكر في عمله وهو يكون ثقافته أشبه بالنحلة النحلة تطير مسافات بعيدة جداً تحط على أنواع مختلفة جداً من الزهور والنباتات لتخرج في النهاية وتقدم لنا عسلاً سائغاً للشاربين فهو يحتاج إلى خلفية ثقافية منوعة جداً لأنه كما قلنا هو سيتعامل مع شأن عام منوعة جداً أما أنه المفكر يصبح بعد ذلك فيلسوفاً هي القضية ما هي قضية الدرجات قضية التجريد كلما زاد التجريد لدى المفكر وإنتاج الأفكار التي لا تشخص أو لا تمس واقعاً بعينه اقترب من الفيلسوف كلما قلل من درجة التجريد لديه وصار اهتمامه بالواقع أكثر بصير أقرب إلى المفكر يعني ستطيع أن تقول تخصصات تخصص فلسفة أو تخصص يعني هي لوناً يعني في عندك الأخضر مثلاً أو البنية أو كده ألوان ففي لون أغمق من لون شوي كلما زاد التجريد بصير اللون أغمق شوي جداً نعم اشتركوا في القناة شكرا